السلام عليكم مشاهدينا الكرام اللهم صلي على سيدنا محمد الذي يشتاق لرؤية أمته فكيف حال أمته اللهم صلي على سيدنا محمد الذي بكى عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بكى على هؤلاء الشهيدة اللهم صلي على سيدنا محمد محمد من مكة المدينة في تلك الأرض خلف من بعده خلف فيهم محمد بن سلمان محمد آخر وقع صفقتين إثنتين فمن بلاد الحرمين صارت بلاد الصفقتين صفقة أولى 580 مليار دولار مع ترمب ومنها شك هدية إلى 100 مليون دولار لإيفانكا لجمالها ولحسنها ولحبها لديننا ولمساعدة يا أخواننا في فلسطين ثم صفقة أخرى مع رونالدو بـ 500 مليون دولار والله لو جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجرفت السيول الكعب المشرفة ثم قالوا له يا رسول الله إننا نريد إعادة بنائها والله ما دفع فيها عشر ما دفع لكريستيانو رونالدو والله ما دفع فيها ما دفع فيها واحد على مئة جزء مما دفع لرونالدو دفعة واحدة بخلاف القصور والمسابح والخدم والحشب لقال محمد صلى الله عليه وسلم ادفعوا أموال رونالدو للجياء في اليمن ففيها أناس لا يجدون ما يأكلون يفترشون الأرض ويلتحفون السماء لو قيل لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن جياع اليمن يا رسول الله أكلوا وشبعوا لقال أنظوا إلى سوريا لو قيل له إن كل المؤمنين والمسلمين أكلوا وشبعوا لقال لا تعطوا لرونالدو وإنما اشتروا بها القمح وذروه على رؤوس الجبال يأكلوا منها الطير اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولى والآخرة مرحبا أهلا بكم إلى هذه الموجة وموجات الأخرى ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ومشاهدين الكرام حياكم الله وأينما كنتم 14 جام في قريب قريب رائحة الشهداء ورائحة الجرحة تذكرنا بأيام عزيزة سقط أو أرتقى فيها شهداء تونس الأبرار وكل الذي يجري مش بش يكرهنا في ثورتنا العزيزة كل الذي يغلى في الأسوام مش بش يكرهنا في شهدائنا وكل البطالة وكل البشاكل وكل القلاقل ما هياش بش تندمنا في ثورتنا العزيزة وما هياش بش تكرهنا في شهدائنا الأبرار الله يرحمهم ونعمهم ولا يشفي جرحهم ويشفي قلوب الذين تآمروا على الثورة لأن مشاكلنا اتضحها واضح جدا بأنها مصنوعة بأيدينا وبرونات الفساد تسرح وتمرح مرحبا بكم مجدا وأهلا بكم وننوى بأن الرقم الموجود على الشاشة 0216 98 27 63 63 وكذلك على صفحة ويد مقداد مع مقداد على الأقل هذه روابط تمكنكم من التواصل معنا بانتظار كما أسلف أنه طور البرنامج ونجعل فقرة خاصة على الأقل بتدخلاتكم اتصالات كثيرة ونرحب بها ونشكركم كثيرا وأسفين ربما أحيانا نخفق في حسن التعامل معها وتنظيمها ونأمل إن شاء الله أن نسمع أصواتكم لأن هذا البرنامج مجعول لذلك إذن مازال أسبوع مازال أسبوع على ذكرة عزيزة الجميل فيها أن ما قبلها كشف لنا المنافقين الحقيقيين والخوان الحقيقيين والفشل الحقيقيين وكشف لنا أهل البراميل وكشف لنا المزيوفين التنويريين وكشف لنا العلمانيين الحاقدين عن الإسلام واللي مستعدين يحرقوا نهضة ومشباه ويحرقوا تونس الكل لحقدهم على الإسلام وكل شيء سيأتيكم بعد قليل إذن على أبو أبر وعطان جان فيه قاعدين نشوفه في المحصلة متاع قيسن سعيد كان فعل الخير وحسن البلاد وحل مشكلة من مشاكل تونس سنقول يا قوم يا من حكمت تونس قبله جاء رجل فأفلح اذهبوا وارحلوا وإننا ننوي كذلك أن ننتخبه مرة ثانية لكن لكن لا يحتاج إلى مسفة فقد سفها نفسه في كل شيء ولا يحتاج إلى من يغتاله لأنه يحسن اغتيال نفسه بالكلمات ولا يحتاج إلى من يضع له العصار في العجلة لأنه ما عنده عجلة أصلا آخر ما أطلع علينا عنوان جديد خبير اقتصادي عنده كتب في الاقتصاد ويعني عنده محاضرات كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي اليابان وطبعا فاسأل به خبيرة والحلول تأتي من أهل الاختصاص من حزامه ويعبرو عنه ويشبه له برشا والمرء يعرف على دين خليله فمرحبا بخليلي قيس السعير الخبير في الاقتصاد العظيم والذي سيحل مشاكل تونس الكبيرة نستمع والله من لك نحكيه على الإجراءات ونس كله ونحكيه على قانون المالية وتعبيد موارد الدولة وشوفنا قانون المالية تقريبا فيها عجز بقيمة 7000 مليار دونك الدولة يلزمها قانون مالية تكميلي في سبتمبر ولا الله واعلم وقتاج وقتالي لحقيقة أنا نشوف اللي بمنطقة العديلة الجبائية فم إجراءات سهلة وبسيطة وعملية تنجم الدولة تأخذه هاو نحكيه كانت ثلاثة إجراءات ما يتأثروش بها الفقراء أصلا وفصلا هي يا سيد ذريبة على البيسينات في بالك لو عنا ألاف البيسينات اليوم في تونس وفم تجارب مقارنة في أوروبا يفرضوا فيه ذريبة على البيسي لكن هذه حقيقة ألاف البيسينات موجودة في تونس والله العظيم نأكد لك فم ألاف البيسينات في تونس دونك الدولة يمكنها ومن نستنعوش حتى قانون المالية تكميلي تنجم السيد الرئيس الجمهورية بي منصوم يقرر ذريبة على البيسينات نحكيه على التنبر متع صفر يخي بالكش المنجي في القهوة في المنصور يتفرج فيها مش يتأثر بالتنبر متع صفر فما ناس معينين يسافروا إما للعمل أو للسياحة أو غيره شنو المشكلة الوقت اللي يتمري ولي بتسعين ولم يديناء فما الظريب عجيب غريب يعني إنسان يعطينا الحلول أنا ما فهمتش علش حتى المنتور اللي خدم الفيديو في قناة الزيتونة عليش عاملك شكون يضحك وشكون كذا هو مشكلة أنه أننا من أجل وطننا كل تونسي يعمل مسبح في داره مشكلة أنه كل تونسي يتبرع لوجه الله من أجل بلاده أنه يعمل بيسينات يعمل بيسينات بش النجم قويه في الاقتصاد ربما برشها ناس ما هو مش فاهمين هذه النظرية ولكن النظرية هذه بتاع البيسينات تغرق تونس أصلاً وتخلص زيونها وتغرق تونس أصلاً في إيرادات ومحاصيل مالية ما عندكوش فكرة المشكلة وين؟ المشكلة وهناها هذه المطرقش لها ولازم يعطينا كيفاش الحلول بتاع الماء الماء بتاع البسين منين مش نجيبوه ونحن في عهد الشياح الشياح فم رئيس الداخلية الشياح الرئيس الشياح البلاد بالمنكرات وبالمعاصي وسبحان الله مع ذلك دائماً أقول أن الله أعطى لتونس ربما لكبار الناركع وربما لصغار رضع وربما لبهائم رتا أعطى لتونس أفضل وضعيات التي تليق بها 14 جنف هي قريب قريب 14 جنف وقد كشف عن ساق وهالجرياج اليوراية هذا المعرة والعار اليوراية وتلك الدبابة التي يقودها عسكري المفروض يتوجه بها إلى حدود فيها عدو غاشم يريد أن يجتاح أرضنا ويقتل أطفالنا ويغتصب نساءنا فذهب بها إلى مركز تونس ذهب بها إلى باردو ذهب بها إلى أناس لا عندهم سكين ولا عندهم لعب جيلات هذه الصورة إن شاء الله حتى في قناة الزيتونة إن شاء الله نزيلها بقدوم 14 جنفي الذين توسم الخير في برشة في شعبنا لأن المقاطعة الانتخابية والسناديق الاقتراع الفارغة ليس فقط المستوى الأعلى الذي بلغناه عالميا هو إيش؟ هو أن المترشحين وليس موجودين لا في العالم كل الانتخابات مشكلتها في حجم الإقبال على سناديق الاقتراع نحن الحمد لله الحمد لله هذه المشكلة ما عاد مطروحة نحن عنا مشكلة في مترشحين في دوائر انتخابية عديدة في الداخل والخارج لم تجد رجلاً ولا امرأة تقبل بأن تكون فيها عنا مشكلة في هذا فإذن سي بشر الشابي نائب الشعب تفاعل مع البرنامج وتفاعل مع 14 جنفي وأراد أن يقول كلمة فنستمع إليه بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بيك أخي مقداد ومرحبا بي مشاهدين قناة زيتونة هذه رسالة مني للشعب التونسي الأبي والعظيم اللي اعطاه كلمته في المقلب يوم الانتخابات واللي عرف اللي من يقم البلاد هو إنسان معتوه ومهبول وانحرفها بالديمقراطية وبالمصار الانتقالي إلى أنانية فردية يحب يقضي على الشعب التونسي باستعماله للقوى الصلبة المتمثلة في العسكر والأمن كان اليوم الأمن يقمع فيكم غضوه بشيصف فيكم هنا كل الشعب التونسي يسترجع حقوقه ويسترجع كرامته ويسترجع قوته أيضا وكل اللي السلطة ليست بيدي الآن هي بيد واحد معتوه واحد مهبول كل ما يخرج يبدأ غاضب على شعبه ويكذب على شعبه والسلطة لما كانت هناك مؤسسات دستورية حقها حقيقية تمثل الشعب وقته كانت سلطة بيد الشعب هنا كل الشعب التونسي رأي بلادك رأوا اقضاء للحضارة التونسية رأنا ولينا ضحكة بين الأمم وبين الدول ورأوا بقى معزول خارجيا وداخليا ما بقاوا معاه إلا حزب حركة الشعب حزب الصبابة حزب البوليسية فقط اللي حبوا يعيشوا بقمعان شعوبهم وشفنا التجارب هذوم أحزاب براميل تجارب في الدول الشقيقة لما يحكموا يقضيوا على شعوبهم وعندهم المثال الأعلى نتاحهم السيسي اللي قمع شعبه ولهذا أنا أقول لكم نحن شعب مسالم ولكننا شعب حر وشعب أبي وكما شفتوا حتى يكذب عليكم وعطيناكم الحق بعد 25 جوليا يكذب عليكم ولكنه فقتوا به في الساعة فقتوا به في وقت قياسي وقضيتوا عليه بالانتخابات الفارطة وإن شاء الله تقضيوا عليه بخروجكم يوم 14 لسي عادة حريتكم وكرمتكم ووقتي تحطوا بالحق ناس مثلكم وتعطيوا فيهم الثقة ووقتي ترجع الحقوق لأصحابها وترجع الفلوس التونس مش اتفاقياتي صح فيها الرئيس وباع البلاد بشرط أن يبقى على الكرسي هنا نقول لكم هزول مع توهدايا للرازي أحسن مكان له هو الرازي واسترجعوا حقوقكم وروا حقكم انتوما راوا مع حق حد راوا بشدافه على مستقبلكم ومستقبل أولادكم اللي اقضع ليه بالكذب وبالنفاق ومحقق حتى شيء لمدة ثلاث سنوات كان الكذب ويخرج يعطي فيكم في أوهام أنا شفت الطبقة السياسية اجتمعت الآن ومشكورة والكلهم ولو أنهم ما همش في قتلة واحدة ولكن بقرار واحد وهو معارض ومقاومتها المقلبة ذايا لأنهم توفقوا اللي ليس بيده أي حل بل هو المشكلة على تونس هو الخطر الجاثم على تونس أنا نقول لكم سارعوا بالخروج يوم 14 ولن تتوقفوا حتى يسقط هالمقلب ويرحل إلى الرازي أو إلى السجن وأنا نقول اللي كل يوم يخرجون عنده وينقزوا مصفينة الانتهازين اللي معه ولم يقع معه إلا القوى الصلبة اللي وقت يتشوف الشعب يخرج رأي ستتراجع وسترجع للديمقراطية وستكون في صف الشعب ولذا أنا ننتظر منكم إن شاء الله هبة كبيرة هبة من جميع الجهات ونعرف تعبكم ونعرفكم مناضلين وجاهدتوا برشا ولكن لم يبقى إلا القليل للرجوع لكرامة الشعب التونسي لرجوع الديمقراطية في تونس لرجوع الاستقرار والاستثمار في تونس اللي قلع اليوم هل معتوه هل منقلب هو وزبنيته وشكرا لكم شكرا للنأب بشر الشابي وإن شاء الله كذلك نراه في تونس ونراه هذه الحديد اللي وراني هذا الذي لا يشرفنا إطلاقا أن يكون موجود حديد ورهد بابا أن تنزول وتنزول الأحقاد من تونس التي أوصلتنا إلى ما نحن إليه وعليه نتفاعل مع تدخل من الأستاذ عبدالباقي فتحي من باريز الناشط المدني المعروف ومن مؤسسي كذلك جبهة الخلاص بمواطنه ضد المقلاب بباريز بفرنسا مرحبا بيك أستاذ عبدالباقي تفضل مرحبا بيك أستاذ مقداد نعم أستاذ عبدالباقي تفاعل أنت بما شئت مع يعني هذه الفقرة الأولى والتي نخصصها لإرهاصات 14 جام في اللي جاي وإرهاصات ثورة تعتمل ولا تكتمل تتعثر تقتل تغتال ولكن الجميل أنها لا تموت ولا تلفظ أنفاسها أستاذ عبدالباقي كيف رأيك أنت اليوم بعد ما رأينا من جبهة الخلاص وما رأينا من حراك هناك من يصنفه فاترا ورغم أن هناك مقاطعة كبيرة في الانتخابات لكن لا يوجد موقف في الشارع وهبة شعبية جماهيرية تنهي هذه المأساة التي تردين فيها شكرا أستاذ مقداد على تمكيني من المداخلة معك في برنامج القيم الذي يتابع الوضع في تونس يفهم أن الطبقة السياسية تحتاج إلى رجة قوية المجتمع السياسي وخاصة المعارض الانقلاب قام بدوره وقام بدوره بكفاءة وبذكاء واستطاع أن يعري الانقلاب ويوصله إلى المأزق الذي أوقع فيه نفسه هو مأزق الانتخابات والنتيجة أنت كنت تحكي عليها أنه سفر مترشحين في الداخل وفي الخارج نحن منذ البداية وحتى قبل الانقلاب قلنا أن وضع تونس يحتاج أن الجميع يحطيه في بعضه وأن القوى الحية في البلاد يلزمها معناها ترق شوية بالبلاد والقوى الحية كيف الشباب كيف الطلبة كيف النقابيين كيف المجتمع المدني وكيف السياسيين يلزمهم يعني يعني على الأقل تكون عندهم خطوط حمر أنهم ما يوصلوش للتناحر وما يوصلوش للبلاد إلى المأزق الذي يوصل فيه الآن وسط البلاد إلى المأزق حقيقي يعطينا المحصلة سيا عبدالفاقي فتحي عبدالفاقي فتحي سمعني شوف اقتصادياً اقتصادياً مالياً داخلياً خارجياً دبلوماسياً حتى في صلب وزارة الداخلية والتململ والنقبات وعركة مع الوزير وغيره كل الذي موجود يشيي بنهاية تونس لا نريد أن تنتهي تونس طبعاً وما هيش تنتهي ما هو الحل وقد جربنا المعارك كلها وقد جربنا الأحقاد كلها لكن فيها أطراف لا تتوب ولا تذوب من المجهد أيضاً شوف يا أستاذ مخداد المخرج الوحيد للبلاد الآن الدياغنوستيك سنكون نحكو فيها ونحن مقتنعين بها من أول لحظة ولكن قلناه وكررناه 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 والوقت أنصفنا والتاريخ والواقع أنصفنا ومزنا معناها على الطريق الصحيح والحمد لله كثير منها معناها نقز من السفينة وحب ينجو بنفسها ولكن إلى حد الآن مازال متردين أدعو من قفز من السفينة أن يراجع نفسه أن يخزر للمراية ويشوف روحه وأنه ينظر لمصلحة البلاد وأنه ينحي جبة متع الحقد السياسي وأنه يتواضع شوية الشعب والبلاده وينظر للتجارب الأخرى التي قريبة منها والبعيد علينا ويشوف أن الناس الكبار عندما توصل بلادهم إلى مرحلة الخطر يعني يغلبوا مصلحة البلاد الآن جاي معناها الذكرى الثورة في أربعة ترجام الذكرى هذه هي عزيزة على التوانسة التي ناضلوا والتي اتمتعوا بالحرية مدة عشر سنين السابقة قبل الانقلاب ولكن الانقلاب منها سد كل المنافق ولا سبيل إلا إلى أن يتداعى الجميع إلى الخروج من شمال البلاد إلى جنوبها من شبابها وخاصة طلابها والطلبة أنا أدعو الطلبة أنهم يتزعموا المقاومة وأنهم ما يرجعوش وأنهم يصمدوا أستاذ عبد الباقي من أي نوع المقاومة هناك من يكتب لي ويعلق يقول الأسيان المدني هو الحل مثلا ونحن نريد أن نعمل عملية جراحية عملية جراحية بأقل التكاليف الممكنة لأن البلد غير قادرة على أن يدفع اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة العسيان المدني لا بد من عسيان مدني في كل المؤسسات التعليمية والاقتصادية ويبقى الحد الأدنى خاصة في المؤسسات الاستشفائية والضرورية ولكن لا بد من عسيان مدني يرجع البلاد على السكة ويرجع قطار تونس على السكة لأنه ما عادش حتى مخرج إلا هذا في قطار سلمي مدني بطبيعة الحال القوة الصلبة خاصة للجيش والأمن أنا متأكد أنه الأغلبية يمتاحهم الساحقة ناس شرفان ناس وطنيين ناس يغيروا على بلادهم ناس بستهم للأزمة والجاعدين يشوفوا في البلاد كيفاش تنحضر وجاعدين يشوفوا في أنه البلاد فيه شخص واحد في طبيعة الحال يعني فيه ناس ما زالوا إلى حد الآن لم يقتنعوا ما زالوا ينوروا والناس هدونا ماذا تقول يا عبد الباقي عبد الباقي عبد الباقي فتحي من أكبر المعضلات من أكبر المعضلات في أنها تخلي هذا الانقلاب ما زال يتغذى رغم أنه هو ميت لكنه ما زال يتنفس كلينيكو مو مار يعني هو سريريا هو منتهن ومع ذلك ما زال موجود أعتقد بأن الفيشة الفيشة هذه اللي يزمي نحي يشبط الفيشة هو هي يد مجتمع متحدة لكل القوى المعارضة والأحزاب على الأقل يجتمعون لأول مرة لمصلحة واحدة لأننا 11 سنة إلى حد الآن لم نرى هؤلاء يجتمعوا على مصلحة واحدة اليوم اليوم هل ما هي الفرصة ماذا نفعل على الأقل لنوحد الصفوف وهنا لا أتكلم كسياسي أنا نتكلم كمواطن لأن ما يوجد في تونس اليوم تجاوز الأزمة السياسية اليوم هي أزمة وطنية شاملة بكل أذرعها وفروعها وكل تمظهوراتها وعاطية ظلالها السوداء المشؤومة على تقريبا على كل شبر من أرض تونس أنت اليوم ماذا يمكن أن نقول ماذا يمكن أن نفعل يا رجل حتى نوحد هؤلاء الذين لا يتحدون أبدا واضح يا أستاذ مقدد المسألة بالنسبة لي منذ البداية قلتها وسهلة جدا الجيش والأمن يلزموا الحياد وأدعوهم وأكرر وأدعو أن يلزموا حياد ويلتزموا ب الأمن يبقى جمهوري والجيش يبقى جمهوري والحل هنا أن الشعب لا يريدوا تصادم على الأمن وعلى الجيش والناس اللي يحبوا يدفوا بالأمن والجيش إلى محرقة سيحاسبهم التاريخ عاجلا أم آجلا لذلك اليوم نهارة البعضة الجانف لا بد على الجيش وقياداته العليا أنهم يتحلوا بالحكمة وأنهم يكون عندهم ما نه من الوعي ومن بعد النظر أنهم يتصدوش الشعب من الأبناء شعبهم لأن الحل الوحيد هو إخراج السيد قيس سعيد من القصر أنا لا أدعو إلى الانتقام أنا أدعو إلى أن توقف المهس لهذه وأن البلاد ترجع إلى سكة الديمقراطية وإلى التداول السلمي على السلطة وإلى أن تفتح أبواب تونس على الخارج للاستثمار لكي نخرج من الأزمة الخانقة لأن البلاد اليوم يا مخداد خوية البلاد معرضة إلى كارثة حقية اليوم المطر عندها أشهر وأشهر عديدة السدود فارغة الماء ما تماش الأزمة ليس كان فقط في تونس الأجمع في العالم أجمع ولكن العالم أجمع عنده الاحتياطي لازم باش يقدر يواجه ويقدر لكن تونس ما عندهاش حتى احتياطي تونس خاصة الماضي الماضي ومتاع الحقد ومتاع الضغينة ومتاع العنصرية ومتاع الكرة يتحط جانبا لأن البلاد الآن في حاجة إلى نخبة حقية والدليل على ذلك أن إحالة رئيس جبت الخناص الأستاذ أحمد نجيب الشادي اللي عنده خمسين اثنان نضال وأكثر وإحالة السيد ريضا بالحاج وإحالة أستاذ جوهر بنبارك ووضع أو إيقاف ووضع المناضل الكبير رئيس الحكومة الشريف السيد علي العريض اللي كان هو مناضل كبير يوقع إيقاف ووضع في السجن من طرف عصابة مناهة انتقامية عندها فكر يحب يدخل البلاد في حمام دم يعني لن يفلح بإذن الله يحتاج إلى رأسانة ولكن الآن الوقت ما عادش يعني يسمح بأن تستمر هذه المهزلة وهذه المسخرة لأن نحن في حالة سباح مع الزمن باش ننخذ بلادنا والزمن أعطانا نوزادون ريزون كما يقول الفرانسيس ولكن فقط يحتاج إلى أن الجميع يوم 14 جانفي يكون متكاتب فقط الحل الوحيد للبلاد هو رحيل السيد قيس سعيد ويعني الرجوع إلى سلب دستور 2014 ويعني وجهة حل بين النواب سواء الرئيس أو نائبة الرئيس تتحمل المسؤولية وتوقع انتخابات في ظرف 90 يوم بتباعة الحال في إطار قانون انتخاب جديد في إطار هيئة انتخابية جديدة وهذا ليس عزيز على التوانسة هذا هو الحل الأسهل والأسلم والأشرف واللي مش يدخلنا في المتاعات لأن أي حل آخر جاعدين يبرمجولوا العصابات اللي شاركت في الانقلاب والآن تحب توجد سيغة أخرى متعانقلاب على الانقلاب لن يمر لن يمر لن يمر هذا الحل لأن الحل الأسلم هو الحل اللي يبقى في إطارة الشرعية وليس فؤاد المبزع وليس محمد الناصر بأشرف من رشد الغنوشي أو بسامير الشواشي أو بمن يفرزه البرلمان الشرعي كرئيس للمرحلة القادمة مدة تسعين يوم الآن الحل سهل وسهل جدا يحتاج فقط إلى بودي جيميناسي كنتاليك تيان بشوية تعقل فقط وشوية تنازل وشوية خروق معناها تنازل تونس الحل الوحيد هو هذا هو يخرجنا من أزمة خانقة في بعض الظرف ثلاثة شهور تونس تخرج من أزمتها وترجع تونس كي ما قبله وخير ما قبله لأنها استطعت أنها تخرج من الأزمة هذه لأن صورة تونس الآن في حالة خاصة في الخارج صورة مأساوية ولنا سخفه يا مخداد ولتونس تسخف ولنا مسخرة ولنا مرحكة حتى تونسيين حتى تونسيين في الخارج أستاذ عبد الباقي فتحي يعني المتدخلون من تونس مثلا بالهاتف يخشون يعني عواقب والاختطاف والترويع والهرسلة اللي موجودة وهذا مفهوم أعطيك مثال مع أني أحيي كثيرا يعني جهود توانس يعيشوا البرة وقاعدين كافلين عائلاتهم ومياخذين أعباء وطن يعني ما ما يقدم حد شي لهؤلاء اللي يعيشوا البرة لكن لا نرى هؤلاء اللي يعيشوا البرة أيضا من راش اللي هي هناك وعي وصحوة وفهم لخطورة المرحلة اللي يعيشوها وما تقتضيه من وقفه ومن موقف يعني مختلف ونوعي أنا نلوم على خاصة عندناس تحملوا مسؤوليات تلتلتل عشرية فرد عشرات الوزراء عشرات الكواد عشرات المسؤولين سواء كان داخل بلاد وخارجها وهو مكانوا تحت معناها مسؤولية أو رئاسة السيد علي العريدي اللي هو الآن داخل وراء قضبان هل الناس هدون لم يملكوا الشجاعة أنهم يزروا بيان أنهم يكتبوا تدوينة ويندوا ويساندوا الراجل لأنه معناها أنا نعتبرهم جوبنات حتى واحد منها يعني اللي القل القليل اللي يندوا بهذا أدعو الجميع أنهم يخرجوا ويتكلموا ويندوا لأنه الرجل يحتاج إلى وقفه والبلاد كلها تحتاج إلى أنه يوقف معه الرجل هذا خاصة الناس اللي اللي هي الآن عبد الباقي فتحي عبد الباقي فتحي يعني علي العريض اللي تحكي عليه أنت ومن قبله وخليك من الإسلامي اللي في الأصل كما قالت قل دمير وعبير ما عنده حتى مكان فوق الأرض هو يزم يكون إما في السجن أو تحت الأرض هذه نظرية قل دمير وعبير خليك من الإسلامي عيشي الهمامي يساري ولكن لأنه يقبل بالآخر ويرات تونس متنوعة وتونس تقبل الجميع يعني أنت ترى مواقف تقريب باهتة مع احترامي لبعض الجهات التي أظهرت يعني شراسة كبيرة ومقاومة واستنكار واستهجان لعملية الهرسلة ليه النجيب الشاب وغيره اليوم سعبد الباقي فتحي ألا ترى أنه حتى بيان ما يغرج فيه شوية مرؤة وشوية شوية رجول أن الأحقاد أن الأحقاد أن كره خلينا نقولوها بكل صراحة لماذا نتوارع في رأي الكلمات خلينا نقولوها أن كره هؤلاء للإسلاميين خلاهم مستعدين تتحرق البلد وأظهروا كرهم ولكن ما وروناش حتى لحظة محبتهم التونس التي تقتضي تقتضي التنازل كما تفضلت يعني أنت اليوم سعبد الباقي عدم عدم إصدار بيان واحد ما تراش أن الوضع الموجود القائم هو يلق بنا محترامي لبعض الوجوه الشريفة التي قاعدت قاوم ورافضة أنا في مداخل سابقه سيد مقداد قلت لك أنا مليش مستعجلا لرحيل قيس السعيد لست مستعجلا على رحيل قيس السعيد نعم ولكن مستعجل على إخراج تونس من أزمتها فقط رحيل سعيد معناها قام بالمهمة كما ينبغي قام بمهمة بتباعة الحال تم الناس قاعدين يخلصوا في الفاتورة كما الأستاذ المهندس عليه العريض أو النايب رشد الخياري أو الناس اللي كانوا في السجن العميد الكيلاني وغيرو والصحفيين والصداد صالحاتيه لا عيري ذلك مغير من نصر دليست ولكن يعني عرى كل المنافقين عرى كل الانتهازيين وأثبت التعري 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 لا تكفي بعد ما تتعري يزمك تلبس والهدم والنصف الموجود وكشف المنافقين لا يكفي بعد الهدم لازم اكتبني نحن مشكلتنا كما مشكلت المواطن التونسي الذي قاطع الانتخابات وعبر عن موقف واضح اللي هي اللي هو قاطع لكنه لا يذهب ليحتاج ولينهي الوضع وليذهب إلى وضعا جديد مش بالضرورة يشبه إلى بقاب الـ 25 يا أستاذ مقداد البلاد تولت في حالة متع غورة انت شفت المشهد متاعك الكاميون اللي في لاكانيا حشاك ولا يدو بالله يعني فيه من الخمر الشعب مشاه يجري بنساه برجاله بشبابه واللي هذا خد في جيش وزوز وهارب وماشي يعني تصور المشهد هدايا الناس ولا تعمل في البركات اغتراجات على الكرام ولا التاكسيات أنا طوال جاي من الشغل ونشوف في واحد تاكسيس مع هراكب هجموا عنه جماعة مطوع يعني البلاد اليوم مش ندخلوا في مرحلة اختيرها برشا اذا كعليش اليوم معناها تونس على باب افلاس تم حالة متع بطالة ومتع عطالة ومتع افلاس ومتع عجز على تزديد الديون وعلى والناس يستدخل في حالة متع مجاعة الحقيقية مش حكاية لعب يعني تم فقدان كل المواد تم كارة حقيقية مش تدخلها تونس ودخلت فيها دي جاء لذلك الآن العقل يقول يقول لو كان وضع تونس الاقتصادي مرتاح ممكن الواحد يقول لك خلي صفر خلي صفر لأن الاتحاد عمل 35 ألف ذراب في العشرية هذه يعني خلي هنرجع له وقاعد يطلع له في الديوسيات وجابه لاثنية وغيره وغيره ولكن الآن مش هذا لأنه كيف ما قال ياسين العياري قال نجماعة النهضة يعني يخذها كل السلطات والقضاء والأمن والعسكر وكذا كذا وفي الأخر لم يشد واحد مرسكي في كعب دا كوردو بحيث يركب لهم في دوسيات وفي الأخر لم يجهاش لم يجهاش يركبها فالقاء أن الناس هذون بالحقد من الأعمى وبالعصاب من الأعلام التي مزالت لحد الآن تخدم معناها كخماسة هذوك جاهم وقتهم فقط الآن البلاد هي المشتفلس الأجيال القادمة هي المشتخلص الفاتورة الأجيال القادمة لأنه اليوم تونس تمس كونابل معناها كابيتال كونفيونس كابيتال كونفيونس في الشعب وفي قدرة البلاد على أنها تخلص بليونها وأن الناس المستثمرين يجوها هذا كله ما تماش هذا كعليش الآن نحب نخرجوا البلاد من أزمتها الحقيقية نعم لا تمش حتى حل إلا 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 كلمة أخيرة كلمة أخيرة في ثواني تفضل نعم في نصب دقيقة نصب دقيقة ما تمش حتى حل تونس إلا رجوع للشرعية يوم 14 جنف الشرعية لن تكون إلا عبر دستور 2014 وكل من يريد أن يتجاوز هذا الحل فهو ساقط وسيدخل البلاد في أزمة لا مخرجة منها وسيدخل البلاد في حالة إفلاس ولا يتحمل المسؤولين شكرا لك أستاذ عبدالباقي فتحي إن شاء الله رب يسلم تونس رب يسلم تونس ونأمل خيرا في تونس ونأمل خيرا الحقيقة ظهر لشعب أكثر فأكثر يستيقظ وفيق والضمير الفايسبوكي في ظل قنوات الدعارة والرذيلة شكرا للمدونين اللي سقطوا السردية متع السفاهة ومتع الكذب ولو كما قلت يعني هو ليس محتاج لمن يستفيه لأن إلى حد الآن ما زلنا ننتظر على الأقل اسما واحدا وبروفايل حتى هكا وجهة هكا شوية كذا ليجماعا اللي كانوا يوزعوا السلاح يوم 25 جويل 2020 وكانوا يوزعوا في الأموال ويحبوا يدخلوا إلى البلاد بعضها مزلنا إلى حد الآن لا نعرف عنهم أي شيء هؤلاء هوا بعض التعبيرات من التوانسة نشوفوا بعض التعليقات نشوفوا لطفي من اليابان نشوفوا ماذا كتب لطفي من اليابان هذه تعبيرات بعض التونسيين بالنسبة لتونس تعتبر الآن أهم وربما آخر قلعة لفرنسا التي وقع طردها من ليبيا والنيجر وماليا وربما أتشاد ولذلك فرنسا لازالت تصر للإمساك بتونس لتنفذ مرة أخرى بل لتنفذ مرة أخرى إلى مستعماراتها فتونس شريان حياة حياة أو موت ممنوعة الدخول ولا بد من تحريرها لذلك في البداية لا بد من التخلص من العائلات الفاسدة المتواطعة من الاحتلال فثورتنا الأخطاء الرسم يعني شكرا لها على فكرة الأخطاء الرسم لا تعنينا بضرورة فثورتنا تهدد بل تهدد مصالح الطرفين ولا بد من قائد ثذ للتحرير وطننا والمطلوب تنوير وتوجيه وتأثير الناس وخاصة الشباب للقيام بهذا الواجب المقدس لضمان مستقبلهم وكذلك الأجيال القادمة إن شاء الله يتحقق هذا الأمر في هذه العشرية مع زوال الكيان الغاصب لفلسطين لا تهمني كثيرا وضع الهمزة على السطر بالضرورة وإنما يهمني وضع الضمير على المحك فرب نجار وحداد ورب تكسيست ورب ما رب رافع للقمامة هو يمثل النخبة ويمثل الوعي والوطنية والتنازل ورب سياسي منتفخ أكاديمي ولكن لا يعطي حتى موقف حتى يجي القطنة ويجي تراب ألقاكم بعد موجة الأخرى إن شاء الله مرحباً وأهلاً بكم الجديد قبل أن نمر بودي فاطمة الأيوبي محبة لتونس مواطنة عربية من لندن تأكد على أن عندها تعليق وتحندها رسالة للتوانسة وهي لما عندها في السوق ملذوق وتعيش في لندن وجوازها بريطاني ولكن هي تحب هذا البلد فأرادت أن توصل رسالة للتوانسة إذا كان ممكن الزملاء نحب نقراها وإلا فأني أمر إلى إلى فقرتي أو إلى فقرتنا الموالية هذه عفو نعم أخي العزيز المحترم السيد مقداد أريد أن أعلق على بعض الأمور التي تجري في تونس الخضراء وأنا أقول ربي أعطاكم جنة على الأرض اسمها تونس أما ما جرى للنائب الكويتي المحترم الأخير الرفاعي فهذا عار على الرئيس سعيد وحكومته وإعلاميه المنافقين ومؤيديه لكن الشعب التونسي الأصيل والمثقف والمحترم ضد ما حصل في قفصة وأهلها المحترمون أو أهلها المحترمين وأيضا أريد أن أسأل الشعب التونسي المثقف والمحترم ماذا يجري في بلدكم من إجراءات تجاه المناظرين الشرفاء في جبهة الخلاص وغيرها من الأحزاب والإعلاميين المحترمين هل أصبح كل تونسي شريف ووطني ويعمل لصالح بلاده إرحابيا ويحول إلى المساءلة هكذا تقول ثم تمضي تقول يا للعجب أما بالنسبة لزيارة الرئيس خليس سعيد إلى سوق حي الانطلاقة فهذا أكبر نفاق يلعبه هذا الرئيس الغريب على تونس للأسف وأنا متأكد أن الشعب التونس الأصير والمثقف يفهم هذه الأمور أتمنى كل الخير والحرية والديمقراطية والعيش الكريم لبلدكم الجميلة والعزيزة على قلبي فاطمة أيوبي من لندن شكرا لكم شكرا لزميلة بركة الله فيكم إذن أردت أن أتساءل أن أتساءل في تونس اللغة التي كان تونسيا وصار عربيا نصدر نحن كنا نصدر الفصفات وزيت الزيتون اليوم نصدر القبح نصدر الصورة السيئة على المرأة التونسية العزيز العفيفة الشريفة لربة الأجيال اللي طيب الطيب الملاوي باش تصر بنتها وباش تصر ولدها وباش ما تعيشش على الفقر إنساء اللي يجمعوا في الكليل اللي يخرجوا لربع متاع الصباح أذيك المرأة التونسية التي لا نراها في التلفاز في التلفاز نرى منير بن صالحة وهو يحدثنا على حلو القانونية الحمد لله بأنه ما عنيش مشكلة قانونية وذي حاجة تحل مشاكل إنساء عفو تحل مشاكل الرجال اللي ملقاوش إنساء يولو رجلان اثنان يشتركاني في امرأة الواحدة كرم الله وجوهكم وكرم الله بيوتكم وكرم الله بناتكم وأولادكم السؤال السؤال ما الذي يجعل وذي سؤال يعني لا تتصوروا لا تتصوروا أن أخت راسي وضرب مش تمنعكم لا تتصوروا أن كل شام علقا من كراها مش تمنعكم والله والله مثل ما كانت السجائر مستنكرة صارت في كل بي مثل ما كان مثل ما كان الخمر مستنكر صار إشهار في شهر رمضان يأتينا في قناة أولاد مفيدة مثل ما كان المزود ما كانش يتعدى في التلفزيون والإذاعة صار أحسن فنان هو المزاودي الأمور يا جماعة تصير بالتدرج والشذوذ الجنسي الذي لا يطرح أبدا 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 وحتى إن وجد شخص عنده حكاية وعنده مصيبة فيخفيها ويتوارع على الأنظار ولا ينطق بيها وإذا كانت حب تسيب راجل في تونس تعيره بهذه تعيره بذلك الشيء حشاكم وكرم الله وجوه ما الذي ينقل حاجة لا ينقشها لا في المقاهي ولا في البيوت ولا في الجرائد ولا في الكليات ولا في الجامعات ولا في مخابر البحث ولا نساء ولا رجال ولا في استاد ولا في البار ما الذي يجعلها تناقش في التلفزيون هل أنت مع الشذوذ أم ضد الشذوذ القصة وما فيها بدأت في جمعية أسست تعديت على أساس أنها جمعية ستعمل حيطة بشكون بجمعها اللي هم أقليات على أساس حيطة يعني مش بش بهم وبش ترحبهم وبش تكيدوخوا وتعطيهم كسماء وترفعها من معنوياتهم ثم تم استضافتهم في التلفزيون برهان بسيس صاحب السفساري صاحب السفساري الشهير أصبح يحاور ويلبسه ويجي مكي ويسألوك ما يسأل الخبراء عن المؤخرة كرم الله وجوهكم ولكن اللي يتصور أنه أختراسي وضرب وأني أنا محافظة على عائلتي وبناتي وعائلة محافظة نقول لك دوويو نقول لك والله إن لم يسترنا الله فهو في بيتي وبيتك قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبذ وقد كثر الخبذ جاوزنا الشذوذ الجنسي أصبح الموضوع اليوم عبر محام البوز ولل الموضوع المرأة تتزوج رجلين ولم يأتي بهذه الفكرة عراقي ولا لبناني ولا مغربي ولا درزي ولا ماروني ولا شيعي ولا شيوعي أتى بها مونير بن صالحة وأتت بها طفلة وتلقفها الإعلام سياسة ممنهجة أنا ننكل لك حياتك وأنا ندمر لك أسرتك وأنت تتفرج وتضحك وطبعك يجيبهم جماعة بثلاثين دينار لابد أن يصفق تلك هي حقنة في عقلك حتى تكون الأمور تتعدى بسلاسة في إطار الانفتاح وحتى مرتلوت عليه السلام كانت رهي أوبن مايند أوبن مايند دراي كان عقلها متفتح جدا ولم ترفض الرذيلة قومها لم ترفضها ولم تقاومها فربي قال فأنجيناه إلا امرأته وكانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته وكانت من الغابرين تقول لي يا ديمقراطي طبعا الإسلام من نحوه على الجنب في تونس هناك ديمقراطي وليبرالي وعلماني وتنويري أربع ديمقراطي الإسلام من نحوه على الجنب الإسلام من نحوه على الجنب واجدخلنا في الإسلام نحن ديمقراطي وليبرالي وألماني وتنويري الديمقراطي يقول لك أخوية ذوما من نجمه يخلوهم من نجمه يكونوا شكله الغالبية فبالديمقراطية من حقهم أن يمارسوا الرذيلة والألماني العفواني الليبيرالي يقول لك حرية شخصية وحاجة تتعمل بالرضاة هذه أحنا شنو دخلنا فيها ولا الألماني يقول لك أخوية ما دخلوا الدين في هذا في حاجة إنسان يعملها وما حاجة حرية شخصية والتنويري يقول لك رأي تشوهات ورأو ثم خلل الجيني الخلل الجيني ذك هو والناس يظهر بالعكس لابد أن نقبلوهم وما نرفضوهم مش إذن حتى فتن الهم من تعشذو وهنا هذا التدرج اللي قاعد نقول فيه أنا مهم لأنه بيتة بيتة بشوي بشوي نجيبك 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 بشوي بشوي في الأخر ما عدنا نحكو على الشذوذ الآن فهي جماعية تنشط وجماعيات القرآن التغلق وتحبوا لم تر تصبه تحبوا ربي يعطينا لم تر حشاه غير مش يكافيفين على أفعالنا راو راو والله لهم يكافيفين على أفعالنا عقل مسلم يصدق جماعية عندها شذوذ ويتجي وتحكيها كحرية وكذا وتحكيها نعم موجود في تونس واشربتوها والجماعية موجودة ثم نمر نمر اليوم لمرأة تأخذ زوزة رجال هاتوا نشوفوا ساعة قبل كل شيء الفيديو متاعها الحمد لله امرأة امرأة تنتصر من الخارج وتعري القذارة فرجوا ما بعض يا أستاذ مونير بس خليني تبص اللي قلنا كله خليه على جنب وعايز أسألك سؤال واحد عليك متزود طبعا طب انت توافق ان زوجتك اللي موجودة دلوقتي تروح تجيب راجل وتتجوز وتقولك أنا بعدت في نفس الوقت بالله عليك لن تجي لزوج المكلي هذا أولا وثانيا بس يا أستاذ مونير طبعا أستاذ مونير انت كده بتهدم المجتمع بتهدم المجتمع العربي مش التونسي فقط أنا متأكدة ان الشعب التونسي انه غير قابل لكلامك ده ولازم تقدم اعتذارك للشعب التونسي على هذا التفسير أستاذة العزيزة لن أعتذر على رأي قانوني لماذا؟ لأنني لن طب خلي زوجتك تتجوز بقى ما تطبعها على نفسك الأول يا أستاذ مونير ما تطبعها ابدأ بأهل بيتك رسترة العزيزة أنا لم أدعو النساء إلى التزوج لا دي دعوة وأنا حقول لزوجتك دلوقتي أمي روحي هاتي واحد تجوزي لأنه زوجك المحامي هو شرع وبيقول أنه ده جائز أمي تجوزي واحد التراجل خانون الناس بتمشي وراك لسائل أن يتساءل كيف يش كاس العالم في قطر مثلا هي مناسبة كروية واحتفال كروي رياضي ما الذي يجعل لا تثار أي قضية في العالم لا غلاء أسعار ولا طاقة ولا بيئة ولا مناخ ولا جريمة ولا مخدرات ولا سيدة ولا مصايم ولا سخط على روسهم إلا قضية الشذوذ يا تونسي يا مشاهد يا محترم حبك تفهم بأن هناك ماكينة عالمية تريد أن تحكم العالم عبر إفساده وهؤلاء لهم أذرع إعلامية سفرات وجمعيات والقصبة ورئاسة الحكومة لم تلاحق إلا أفاعلي الخير والجمعيات الخيرية لا تلاحق هذه الجمعيات الممولة من الخارج ليش؟ لأن انتقلنا من زمن الدبابات التي تطحن العظام والسواريخ الراشقة التي تدمر البيوت انتقلنا إلى سرطان آخر في بيت النوم وعرف في الغرب هذا الشيء حابت ذكركم من لي عبد الحميد بن وبديس الله يرحمه وهو كان رئيس جماعية العلماء المسلمين في الجزائر عندما أوفد خمسة من العلماء المسلمين في عام تقريب 1930 أوفدهم لفرنسا للتفاوض حول بعض الحقوق المدنية وفي تلك الحقبة لم يكن الاستقلال مطلبا كبير برشا وما كانش وضوح جدا على حتى ثورة مازالت يعني مش تجيب بعض بعث ليطالب بعض الحقوق المدنية للفرنسيين للجزائريين في تدقلهم وحقوق أخرى فالمفاوض الفرنسي قال لهم قبلنا قبلنا بكل شروتكم أو بكل مطالبكم شرط واحد أن تفصلوا أن تفصلوا مجلة الأحوال الشخصية عن مرجعيتها الإسلامية يا ناس افهموا يا ناس افهموا نحب نقولكم شفوا ماذا يفعلون اليوم حتى الفيفا يعني يعني حتى الفيفا وغيره كلهم عندهم أذرعوا يحاولوا باش يسوقوا لهذا الأمر عندي صديق في سويسرا مشابش يشتغل في الأمم المتحدة والله رفض لأنه اختبر بشكل غير مباشر هل يقبل بالشذوذ أم لا فلما علم وعرف عنه تمسكه بدينه فصل من تلك الخطة وتلك المهمة لا أزعم ولا أدعي ولا أقول ولا أقول أنا من ناس كل الموجودين من الفصيلة هذه شفوا شفوا كيف يضرب الإسلام لأنه لا يمكن أن يقوض كليا وإنما نجرحوه ونشرخوه وندقوا فيه المسامير لأنه هذا الإسلام شدوه بالقبضة وحبه ويقسمه في زوز فلقواه عروة وثقة غير قابلة للانفصام شفوا شفوا هذا المشهد صلاة من أجل تسامح إمام هارب من الجزائر ويرحب به في فرنسا كمناضل مناضل المؤخرات ويعدوه لك كإمام يصلي بالناس بل لا يشوفوا المشهد في الصلاة مع امرأة هذا في حد ذاته أمر غير معتاد لكنه أيضا يعترف صراحة بمثليته ويكافح من أجل أن يجد المثليون أيضا مكانا لهم في الإسلام يجب أن لا يستمر هذا الوضع هناك الكثير من العنف والضغط وعدم التقدير بعد تدريبه في وطنه الجزائر ليصبح إماما هرب زاهد إلى مارسيليا في جنوب فرنسا في فرنسا فقط يجرؤ على الظهور كمثلي الجنس هنا أسس معهده الإسلامي الخاص واليوم هو من يبارك أيضا الزواج من نفس الجنس هذا تأكيد على الوجود فالزواج من نفس الجنس ممنوع رسميا حتى الآن في الإسلام إذن هنيئا لهذا السبب هناك أئمة في فرنسا أيضا يهددون زاهد ويحردون المؤمن شوفوا عندما يؤتى يؤتى بصاحبة مسيرة كبيرة من إطلالات العري والفحش الكويتية واسمها كذلك شمس تفتح لها المنابر ولا تفتح لأي امرأة أخرى مبدعة والله ولو تكون دكتورة في الطاقة النووية شوفوا في الكويت العزيزة الغالية هذه المرأة كويتية هكذا يطلق عليه شمس الكويتية شوفوا الأسألة حول الطاقة النووية وحول مستقبل المريخ الدين في المدارس لو الدين اللي أحبه وعرفه دين الإسلام مني معه الغاءة لكن لو الدين اللي يقدم إرهاب هاي حاجة ثانية لي ربطتي الإسلام بالإرهاب لأن الإسلام مقسوم اثنين شوفوا السؤال الآخر شوفوا السؤال الآخر بعد إذنك متفضل نعم نعم هل أنت اليوم مع الشذوذ أم لا هل أنت اليوم فيما معناه هل أنت مع الشذوذ أم لا شوفوا السؤال مش ما هي ما هي كيف نحل مشاكل العنف ضد المرأة مش كيف نزوج بناتنا مش كيف نحصلوا من مستوى العلمي في مدارسنا لبناتنا مش كيف ما كيف نحصلوا من منعوا بناتنا من الاغتصاب كيف شنبعدهم على الجريمة شوفوا العالم كله وهنا نعود لنرجع المربط الفرس لأن الدولة العربية الأولى المصدرة لهذه الأمور هي تونس وإعلام الرذيلة ما زال ينشط وما زالنا نحتاج إلى أشواط حتى ننظف إعلامنا والهنا نقول ونحن مقبلين على أربعة جانب نقول لكل دول أخرى في تونس عفوا في العالم العربي والإسلامي وخارجة إذا أردتم أن تقوموا بثورة فابدأوا بالإعلام أولا إذا أردتم أن تطهروا بلدانكم فلا تذهبوا أمام وزارة الداخلية والله والله مروا على قنوات وعلى الإذاعات ستجدون بحول الله كل سبل النجاح لإنجاح ثورتكم ولتحقيق أهدافكم رحم الله شهداء تونس شكرا جزيلا لكم شكرا لزملاء الذين أمنوا لكم في هذه الحلقة أنا مقدد المجري من هذا الشيء أنا مقدد المجري أحييكم وألقاكم إن شاء الله يوم الأثنين ألقاكم بخير